اعقد رئيس عبدالفتاح اسيسي اجتمع لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية في مجالات الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات موجها باستخدام احداث التقنية والاجهزة التكنولوجية في اقامة مختلف مشروعات الاتصالات والرقمنة مع مراعاة المبدأ الثابت بحكمة كافة جوانب الاداء وفقا لأعلى مواصفات الجودة والاستدامة بما يساعد على تعزيز جهود التحول الرقمي للدولة مع تركيز في هذا الصدد على توفير التدريب التقني اللازم لرفع كفاءة الموارد البشرية وإعداد أجيال وكوادر واعدة وقادرة على تنفيذ المشروعات الرقمية على مستوى الجمهورية أعقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتمع الحكومة الإسبوعية لمناقشة عدد من الملفات المهمة مشيرا إلى أن هذا الأسبوع حفل بالعديد من الفعليات المهمة وفي مقدمتها مباحثات الرئيس السيسي مع نظره السنغالية والتي تناولت نقاطا عديدة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين كما أكدمت بولي خلال الاجتماع ضرورة سرعة الانتهاء من مكونات منظومة النقل الجماعي الجديدة وذلك تنفيذا لتوجهات الرئيس السيسي قالت وزيرة تغطيتها لا أسعيد إن الهدف الرئيسي لجائزة مصر لتميز الحكومي يتمثل في تحفيز روح التنافس والتميز سواء على مستوى العاملين أو على مستوى المؤسسات الحكومية مضيفة أنه سيتم فتح باب ترشح للدورة الثالثة من جائزة مصر لتميز الحكومي بدلا من إبريل القادم لجميع الجوائز المؤسسي منها والفردية تلقت وزيرة الهجرة نبيل مكرم تقريرا بشأن المشتركين في أول تأمين تطبقه الوزارة على المصريين بالخارج حيث أشرت تقرير إلى أن عدد المشتركين في الشهر الأول وصل إلى 42,525 وثيقة تأمينية وكان للدول العربية النسبة الأكبر من عدد المشتركين وقالت الوزيرة أن زيادة أعداد المشتركين بتأمين في الشهر الأول يؤكد سهولة الإجراءات التي يتم تبعها تسهيلا على المصريين بالخارج أكاد وزير الإسكان عاصم الجزار استعداد الدولة المصرية لنقل خبراتها الواسعة في مجال التنمية العمرانية وتجربتها الناجحة في مختلف مجالة التنمية للأشقاء بدولة زيمبابوي وذلك في إطار العلاقات الوطيدة بين دولة المصرية وأشقائها بقرة إفريقيا جاء ذلك خلال لقاء الوزير نظره الزيمبابوي الذي أبدأ إعجابه بالتجربة العمرانية التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس السيسي كما أبدأ رغبته في نقل الخبرات المصرية والاستفادة منها في تنفيذ المشروع التنموية بدولة زيمبابوي بحث وزير زراعة السيد القصير مع رئيس شركة أجرالا في الإسبانية للاستثمار الزراعي الاستثمار في مجال إنتاج وتصنيع الزيتون حيث ترغب شركة في شراء ثلاثة ألاف فدان لإقامة مزرعة لأشجر الزيتون وإقامة مصنع لتصنيع وتعبئة وتسويق الزيت الزيتون بدول العالم وأوضح الوزير أن هناك تكلفات من الرئيس السيسي بالاهتمام بمحصول الزيتون وتصنيع واستغلال إمكانية مصر في هذا المجال لعمل قيمة مضافة توفر فرص عمل وتدعم الاقتصاد الوطني حققت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في اليمن تقدما كبيرا في جبهات جنوب مأرب وتمكنت من تنفيذ عملية التفاف ناجحة بتجاه معسكر أم الريش في محاولة منها لقطع آخر طرق الإمداد الحوثية بتجاه المحور الرملي بالكامل فيما أعلنت تحالف العربي أن مقاتلاته دمرت عددا من الأليات العسكرية ومخزنا للأسلحة تابعة للميليشيات الحوثية بدأت في بيكين اليوم عملية تتابع الشعلة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2022 قبل يومين فقط من حفل الافتتاح الرسمي المقرر يوم الخميس المقبل وتستمر حتى العشرين من فبراير الجاري ويشارك نحو 1200 مشارك في عملية التتابع التي تستمر ثلاثة أيام عبر ثلاث مناطق مشاركة في المنافسات وستتم إضاءة مرجل الشعلة الرئيسي خلال حفل الافتتاح في الاستاد الوطني الصيني